نحب دائماً بدنيا يا دنيا نقدم مواهب شابة واليوم الموهبة هي هاديل فرارجة هاديل عندها موهبة الرسم ولكن بأشياء غريبة كيفك هاديل؟ الحمد لله أهلا وسهلا صباح النور صباح القدر الحلو اللي وصلني لهون عندكم كان عندك فكرة اليوم قبل شوي المخرجة لا بتقول انه اللي عنده فكرة يمشي فيها وما يفكر إذا حدا قاومه هي هيك لأنه الشخص اللي مثلا اللي عنده موهبة وإشي رح يواجه عقبات كثير حياته خصوصاً من الناس أو خصوصاً من أي شخص تاني فالواحد لازم ما يعني هاي الأفكار يخدها كدافع كتحفيز له بالعكس مش يحبطوه فهي هاي الشغلة اللي واحد لازم يوصلها كفكرة إنه برسم أو كالمخرجة بفيلم أو أي إشي فهي هاي الشغلة حلو أوكي هدي اللي أنت عم تدرسي بالجامعة الأردنية معلم صف ولكن هوايتك الرسم مش مستغني عنها مستمرة دائماً طيب بتشوفي إنه هاي الهواية ممكن توصفيها بعدين لو اشتغلتي معلم صف أكيد يعني أنا المعلم صف دخلته برغبة أهلي بجوز أو إشي زي هيك فأنا ناوي لما أخلص المعلم صف إني أكمل بإشي تاني بالرسم أو يعني خطط ببالي فكرة إني أعيد للجامعة كلها بالسنة الثانية إني أسجل على الفصل الجديد تخصص الفنون بس خلص حكيت إنه سنتين راحوا فمنكمل بعدين فهي هواية هسا مستمرة فيها أنا طيب بشو بترسمي هلا رشبنا أشياء غريبة هسا أنا رح نستعرض إحنا مجموعة من رسماتك بس قولي لي من شو رح يكونه قبل ما نطلع هسا الواحد لما يرسم لازم ما يأخذ الأشياء التقليدية الألوان الخشب أو الباستيل أو إشي زي هيك فخلص الرسام هو شخص مجنون فلازم يبتكر أي إشي جديد مش يضل على الأشياء التقليدية وخلص يمشي فأنا لما أرسم بروح على المطبخ بفتح الخزانة وبشوف أي إشي فبأخذه يعني هديك المر سكينة؟ لا لا هي الأشياء اللي ممكن ترسم فيها مثلا أنا رسمت بالجوز الهند ورسمت بالملح والسكر والقهوة بالمعجول لسنان أي إشي الواحد لاحزة ميرسم فيه طيب طيب خلينا نشوف مع بعض مجموعة من رسومات هدي الفرارجة أوكي هاي قهوة أحكي لعنهم سريعا هلأ هم منتجين وراء بعض هاي قهوة؟ آه أحكي لنا أكتر على كل واحدة هاي واو هاي شفتها ببيج فحبيت هي أول رسمة بالحبر رسمتها هاي حبر هاي أول رسمة كانت بالحبر هاي اللي هي اللي بسموها المندالة أو الدودلز اللي بتخترع إنه تدمجي الرسم بالزخرة فيها أو إشي زي هيك هاي بعيد جلات الملك رسمتها هاي حبر؟ لا هاي بفحم بفحم اوكي هاي كمان حبر هاي تخطيط يعني هاي هاي الإشي جديد صرت أرسمه اللي هو تخطيط عم تدرسي تخطيط؟ لا كيف تعرف يتعملي صعبها؟ هي شغلي بالصدفة كانت فإنه أنا برسم عن النظر يعني لما أشوف إشي برسمه هاي هي المعجون السنان معجون السنان؟ اه 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 في كانت فكرة غريبة ما في إشي بسمن البلدي إشي هاي بالسكر هاي بالسكر؟ اوكي فات غسان كان فاني طيب كتير حلو هلا أنت معاك رسمة كمان بدك تعملينيها كمان استخدمتي الخط هلا الخط العربي أنا بعرف إنه كتير صعب وإله إياسات اه أنا ما بستعمل لا ما بستعمل أي شي أنا ما بيعرفش إشي بالرسم أنا الرسم عندي إنك جيبي أشياء وتخترع فيها مش ضروري أعرف نوع الورق أو نوع الرسم فخلص عشوائي طيب فرجينا هلأ شو بلاشت تعملي وش بنا نكمل؟ هاي كمان فيها خط عربي خط عربي هاي إلما عملت لنا إياها؟ يا عيني عليك يا هديث شو هي دنيا يا دنيا؟ دنيا يا دنيا مصف ويمكن بعدين تكملي رسم إن شاء الله إن شاء الله هايك هلأ عندك مثلا موهبة تحبي ترسمي شو أكتر إشي؟ هس أكتر إشي بحب أستخدمه اللي هو الخط كتير حبيته فعلى الفصل الأول إن شاء الله بدي أسجل بدورة الخط عشان أعرف الأسس تبعتها أو إشي زي هاي لأنه أنا هذا الرسم عشوائي بس كتير حلو الخط العربي طبعا رائع جدا كتير حلو إذا الجيل الجديد بيضل مستمر بهذا الفن لأنه بالفعل رائع جدا وبيعطي بصمة أكيد والواحد يعني إنه ما يعني يركز عن نوع واحد من الرسم والكبت أحيانا بيخلي الواحد يبدع فهو عشان مين كبتك؟ لا هو عشان أنا بنت لحيدة بالبيت فخلص بتسلّب هاي الشغلات صح وكل مرة بتعلم إشي جديد مظبوط مظبوط يعني ما عندكش ناس كتير تتسلّي فيهم حواليك بالعكس بتنفجر طاقاتك الإبداعية وعم بيطلع منك إشياء كتير حلوة لوين حابة توصلي بهالموهبة؟ حابة أوصل أنا ما بطمح للمجد أو إشي زي هيك فخلص هي رسالة أو فكرة أني أوصلها للناس الأغلب بيحكي ليش ما بترسمي وبتبيعي مثلا أو بترسمي ناس فأنا برأيي إنه هذا الإشي أحلى أني أرسمه أو اخترعه لما أتطلع بوجه واحد بيوم كامل فهي هاي فأنا ما بحب أرسم الناس يعني مش ما بتعرفي يمكن بالآخر تصفي كمان تعملي لوحات وتبيعيها بتعملي معارض إذا هل أنت أنت بتحبي الرسم وإحنا منهني أهلك اللي بشجعوك على هالموهبة وهم يجوا معاك كمان اليوم يشجعوك أهلا وسهلا فيك هدير وبتمنى لك كل التوفيق شكرا للمتابعة ولا تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شي جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر